ما يسمى كريمو اليهودي كان يعتبر اللغة العربية لغة أجنبية وإحنا رأنا في وقتنا بلك كما قالوا الكريمو يستعملوا اللغة الفرنسية المسؤولين يهدروا معنا برومية يهدروا مع شعبه باللغة الفرنسية وزارة يهدروا باللغة الفرنسية غير يكون خارج الميكرو يهدر بالعربية وبالدرجة هو يشد الميكرو ويخرجوا للعقدة العقدة النفسية ويبدأ يهدر معنا باللغة الفرنسية حسبونا الله ونعم الوكيل يقريونا باللغة الفرنسية ولادنا يعلمهم الفرنسية في الابتداء وهي لغة الاستعمار وهي لغة متخلفة مصنفة اللغة التاسعة في العالم اللغة التاسعة في العالم حابين يفرضوها علينا يا سبحان الله احنا نقوله السيارة ما نقولهش طونوبيل فهمتو نقوله سيالة ما نقوله ستيلو ياخ سيالة بالعربية هو يحب يقول ستيلو مع ان ستيلو هي سيالة هو جي حلوك يقول ستيلو احنا نقوله سيالة باللغة العربية واش صار لك يا رحم بابك دك قام يتكلموا على الانفلوانزة تبعوني باش تفهموا باكو الانفلوانزة رانا الشعب عنده مرض الانفلوانزة 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 نتحداكم تقوله انفل عنزة هي هالي لغة عربية العرب كان واحد كيس ينفو ويقولي مصدور ومريض يقولوا مسكين راه مصاب بانفل عنزة العنزة انفل عنزة المعزة انفل عنزة جاءوا الانجليز الى بلاد العرب وكتبوا هذا المرض لنفو السيلو المريض يكتبوا انفلوانزة انفلوانزة هو جي حلوة لو كان يقول بلك انفل عنزة ياوه حصحو متخلف رجعي مرش معايش العاصر انفلوانزة يحبوا انفلوانزة هي انفل عنزة هذا مكان انفل عنزة العرب دخلوا الى البورتيقال سموها البورتيقال لوجود البرتقال البورتيقال هي البرتقال انت تحشم تقول بلد البرتقال العرب كانوا يسموها بلد البرتقال احنا زعموا البورتيقال البورتيقال الشريف يخشوني فيه مكوبوي الشريف هو الرجل الشريف يعني اللي الناس بتاعوا من عند رسول الله لأنه وجدوا الرجل الشريف في بلاد المسلمين عنده قيمة وليحكم البلدة فسموا عليها الشريف المير رئيس البلد يقولوا المير المير هو الأمير الأمير لغة عربية صحيحة هيدورا كلمة عربية صحيحة يروح يقولوا أعطيني الكابل 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 لغة عربية بمعنى كبله تكبيلا يعني ربطه بالخيط فالكابل هو لغة عربية هيدورا أعطيني الكابل يظن بله يهدر بالرومية يورك تهدر بالعربية هنتوها العربية لغة القرآن هنتوها يهدروا مسؤولين مع الشعب بالرومية هو مفاهم فيها والو مفاهم والو شكوط هدروا على بيانتو ما في واد والشعب في واد